أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن لجنة العليا المصرية الأردنية المشاركة نجحت في على مدار سنوات القليلة الماضية في التغلب على معظم التحديات والمشاكل التي واجهتها جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشارك مع نظير الأردني بشر الخصاونة عقب انتهاء اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا أضاف مدبولي أن الاجتماعات المشاركة نجحت في نقل التعاون ما بين البلدين إذا مرحلة قوية والحقيقة أنني سعيدة اليوم وده الحياة اللي أنا أوضحته النهاردة في بداية الجلسة أننا على مدار السنوات القليلة الماضية تغلبنا على أغلب التحديات والمشاكل اللي كانت بتواجه واللي كانت دائما موضوع لنقاش اللجنة المشترك وأصبح النهاردة بننتقل إلى علاقة أخرى أننا بننظر إلى تطوير العلاقة الاستراتيجية بين بلدين في مشروعات جديدة بنتكلم أنهينا الحمد لله كل المشاكل والتحديات ولم يعود غير حاجات بسيطة جدا ولكن أصبحنا النهاردة بننتقل في علاقتنا الاستراتيجية نحو كيف نزيد وندعم من العلاقة والروابط في مجالات المستقبل مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتحددة الطاقة الهايدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والعديد من المشروعات الهمة التي تحقق الاستفادة المشتركة لبلدين بلدين شكرا